لسا معاكم في التعليم واستعداداً بقى للعام الدراسي بدأت اجتماعات وكلاء الوزارات بمديرين العموم وكانت البداية من الجيزة مع الأستاذ خارد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اللي عقد اجتماع موسع النهاردة بمديري عموم الإدارات التعليمية وكان بيديهم التوجيهات حول استقبال العام الدراسي الجديد وتطرق الاجتماع أيضاً لسرعة مواجهة كورونا بالتثقيف واخترح وكانت توصيات الاجتماع أن لازم يكون هناك حملات تثقيفية من خلال مجالس الأمناء والأباء ومن خلال الخبراء لتوعية الناس ليس بكورونا فقط بل حملة وقائية لابد أن يكون لدينا ما يسمى بالتثقيف الصحي وده هذا الأمر طبعاً أمر محمود وأنا أتمنى أن يعمم على جميع مدارس الجمهورية يكون لدينا ثقافة هذا الوعي أو هذا الوعي من التثقيف في الجيزة برضو مع هذا الاجتماع كان بيواكب لو حضرتك روحت لمديري التربية والتعليم هتلاقي في حاجات كده بتتجدد هتلاقي الدنيا بتختلف كتير مننا بيعاني من حاجة كده بين قوسين بنسميها الروتين والمصالح حكومية من الشباك ده للشباك ده من الموظف ده للموظفة ديه ده مراث تاريخي موروح تاريخي ومراس تاريخي كتير كنا بالنادي بما يسمى بالشباك الواحد عايزين نجمع الناس دي كلها تتعامل مع شباك واحد مع موظف واحد وده اللي بتعمله دلوقتي مديري التربية والتعليم بالجهيزة بسخارة حجازة بيقود حملة الشباك الواحد ومعنا نصور ليه هنعرضها على أفرقه حالا وهنعرضها لحضراتكو دلوقتي وهنعرضها لحضراتكو حين يتم الانتهاء من موضوع الشباك الواحد هتلاقي فرق كده جدا تخيل حضراتك كده لما المواطن يتعامل مع شباك واحد ومع موظف واحد تيسير ما بعده تسير نتمنى زي ما بنعمل شباك واحد وبنيسر على الناس يكون أيضا هناك دقة يا أستاذ خالد في اختيار الموظفين وتوعية الموظفين وأنا بطلب من حضرتك اجتماع مع الناس دي قبل الافتتاح عشان نوعيهم في التعامل الجيد مع المواطنين في استعاب الناس اللي جاية تشتكي في استعاب الناس اللي عندها مشاكل لابد أن يكون هناك مهارات خاصة للموظف في داخل الشباك الواحد في محافظة الجيزة وطبعا بنتمنى توفيق لكل إداراتنا على مستوى الجمهورية ولكل مدارسنا ولكل الطلبة ولكل المدرسين وكل السنة وحضراتكو طيبين لسه معاكو في جزئية التعليم وطالما ذكرنا بقى مدريته بقى تعليم بالجيزة ومش عارف الشباك الواحد عرضناه لقى يا حمدي في عندي ملاعب مدريته تربية التعليم كده وفي ملاعب كده جمع جمع جمعة القاهرة على طول الملاعب دي رائعة وأكتر من ممتازة وما أجمل أن يكون لدينا شباب اهتمامه بالرياضة أحسن ما يبقى له اهتمامات تانية الرياضة بتخلي الشاب من دول خايف على نفسه لا يروح بقى بسكة سجاير ولا يتطور الأمر لمخدرات ولا يتسكع على النواصي وحاجات كتير بنشوفها فالملاعب دي بنا تمنى من الأساس خالد حجازي ودي مناشدة من الطريق التالت وأنا أعلم أن هذا الرجل يعني سولاب بهذه المناشدة عايزين اهتمام بهذه الملاعب وصيانة لهذه الملاعب وتكون جاذبة لشبابنا وتكون جاذبة من كل النواحي وفي نفس الوقت أنا مش هقدر أقدم الخدمة دي إلا من خلال العاملين اللي موجودين وبيقوموا على أمر هذه الملاعب أن يكون عنده رضا نفسي الرضا نفسي بيتأتى من الحافز من المكافأة من الراتب نرجو إعادة النظر أيضا للناس دي والاهتمام بهؤلاء الناس لأن هؤلاء الناس يمكن أن يكونوا وسيلة جذب ويمكن أن يكونوا أيضا وسيلة طرد للشباب وإحنا عايزين يكون المعيار والجذب للشباب ياريت كل شبابنا يبقى اتجاهه للرياضة يبقى اتجاهه أنه يمشي في طريق السليم والقويم بدل ما يمشي في طريق الثاني موال بديل إيه؟ بديل الرياضة إيه؟ حاجات تانية بديل الرياضة واللعب والكورة والألعاب وكل الألعاب الرياضية نتمنى تعميم هذه الفكرة طبعا ونتمنى من نسوس خارج أجازي مرة تانية الاهتمام بهذا الأمر في الحقيقة كده يعني انتهينا من التعليم النهاردة ودي أهم الأخبار